المشاهدين الكرام إذن دائما نبقى منعيش واستقرار في حالة تقص غدوة وغير غدوة إن شاء الله حتى نهار للحد إن شاء الله بجي تبدل الحال على الولايات الغربية تكون أمطار تولوج على المرتفعات للحق العلو تحى حوالي 1200 متر أيضا إنخفات في درجة الحرارة راح يخص أولا الولايات الغربية للوطن بعد يلتحق إلى الولايات الوسطى كما نشوفوا اليوم في اللي إن شاء الله الجواء مستقرة وصافية أحتميز أغلب الولايات الشمالية بعد صحب العابرة بلا فعالية على الولايات الساحلية والقرب الساحلية الغربية للوطن بالجنوب الحرارة يكون مغيم بوسط الصحراء أيضا على منطقة أدرار والجنوب الشرقي للصحراء ويكون إن شاء الله الحال صافي ومستقر هذا على معظم الولايات الجنوبية للوطن درجة الحرارة اللي حنس جلوها اليوم في اللي إن شاء الله على عمومة جواء ميش بردة بزات الحقيقة حوالي درجة واحدة هذا كأدنى مقياس على باتنا وخنشلا نرتقي بحوالي درجتين على البيض نعمة ومشرية خمس درجات بكل من اللغوات حتى على تيارة والجلفة نرتقي بحوالي ثمان درجات على العاصمة تيبازال بليدة وهران ومستغانم سبع درجات بجيجل وعنبا حتاش ندرجة بكل من عين صالح كذلك بمنطقة أدرار 12 درجة على إليزي وجانات و14 درجة على أقصى الجنوب ببرج بجي مختار وعين قزام وفي حدود 13 درجة هذا على منطقة تيندوف للصيادة والبحارة قبل هذا نشوف حالة تقص قدوى أصباح إن شاء الله كيف سيكون الحال على علموم دائما أجواء رابعية تميز معظم الولايات الشمالية للوطن تكون كاين ضباب هدك لحيتشكل على الولايات الشمالية مع الصباح مع الفجر ومعه يزول معلشة يعني معلشة رح يروح هدك ضباب مم هدك الصحب إن شاء الله كما نشوفوا فيها في الصورة ستكون بلا فعالية حتميز معظم الولايات الشمالية للوطن بالجنوب كما نشوفه في الصورة الحال سيكون مغيم على الجنوب الغربي وشمال ووسط الصحراء حتى على منطقة الواحة وصولا إلى شرق الصحراء ستكون كي نشتاش الله بالمناطق بوسط الصحراء أقول هذا بوسط الصحراء على مموان شاء الله سيكون شبابه مستقر على معظم الولايات الجنوبية للوطن الريح سيكون قوي نوعا مع الولايات الجنوبية قدوا يلحق إلى حوالي 40 كم في الساعة خاصة على الجنوب الغربي شمال ووسط الصحراء درجة الحرارة الدنيا وصباح تلحق إلى حوالي 8 درجة على العاصمة 6 درجة بوهران 10 درجة بعنبا أيضا نرتقي بحوالي درجة واحدة هذا كأذنى مقياس على باتنا خنشلا سطيف قسنتينة البيض نعمة ومشري 11 درجة بكل من إليزي وجانت هذا بالجنوب أيضا على منطقة الدرار واتيندوف 8 درجة على منطقة بشر 9 درجة بغردايا 10 درجة بمنطقة تامرا 16 درجة بأقصى الجنوب هذا على بورج بجي مختار وعين قزام للصيادة والبحران قلت لكم البحر على السواحل الغربية رح يكون شوية مضطرب بينما على السواحل الوسطى والشرقية رح يكون شوية مضطرب لكن على ساعة يتحول إلى هادئ وجميل أريع على السواحل الغربية رح تكون شمالية شرقية بينما على السواحل الوسطى والشرقية رح تكون مختلفة الاتجاهات إلى شمالية شرقية قلت لكم فقط في الآخر أنه غضوة إن شاء الله الجمعة والسبت نعيش واستقرار في حالة تقص كما قلت لكم من هالحد إن شاء الله راح يعود دور الحال على الولايات الشمالية للوطن ابدأ أولا بالولايات الغربية تكون فيه أمطار وانخيفات في درجة الحرارة أيضا تلوج على المرتفعات للحق العلو تحى حوالي 1200 متر ومبعد يلتحق هذا الإطراب الجوي إلى الولايات الوسطى هالحد لاشي إن شاء الله